تقارير أممية تؤشر أمكانية أن يكون العراق خامس أكثر الدول تضررا بالتغيير المناخي العالمي في بلاد الرافدين ومنذ سنوات المعاناة مستمرة نتيجة الأجواء المناخية السيئة والعواصف الترابية وقلة الأمطار فضلا عن تقليص وقطع حصص المياه من دول الجوار أسباب أدت إلى تمدد التصحر الذي بات يهدد أغلب الأراضي والأهوار العراق مهدد أكثر من باقي المناطق لأسباب واضحة أنه مواردنا المائية من خارج العراق دول الجوار نتيجة زيادة الحاجة ازداد الطلب هذه منطق لأن زيادة السكان في كل المنطقة وصني في العراق هو واحد من خمسة دول بالعالم أكثر هشاشة بمواجهة التغيرات المناخية يعني مشكلة الجفاف مشكلة ليست عادية تحتاج إلى اهتمام كبير وزارة الزراعة من جانبها قالت أن اتساع رقعة الجفاف تسبب بانحسار الأراضي الزراعية مشيرة إلى أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج وهو الآن يشهد أكبر تهديد ممكن أن يؤدي إلى تقليص جديد في الأراضي الزراعية أصبحت معظم الأراضي الزراعية هي آئلة للتصحر من خلال قلة المساحات المجروعة وتقليص الخطط الزراعية فضلا عن اليوم الضرار التي ألقت بظلالها على الأهوار وكذلك على الثروة الحيوانية وصلت الخطة الزراعية إلى مليون وخمسمائة ألف دونم وهذه الخطة لا تتناسب مساحة العراق الصالحة للزراع التي تبلغ اليوم وحسب مختصين إلى 26 مليون دونم مشكلة تحتاج بحسب مسؤولين عن هذا الملف إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة لتجاوز المخاطر المتوقعة والبحث عن بدائل لمعالجة أزمتي التصحر والجفاف عباس نعم العراقية الإخبارية بغداد